المهندس باسم بن عقوب الحمر يعد إحدى ثمار التعاون مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع تلبي تطلعات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار بالوزارة وقال المهندس الحمر إن زيادة الملحوظة في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركات التطوير العقري في المملكة يؤكد نجاح المساعي الحكومية لإشراك القطاع الخاص في منظومة توفير مشاريع السكن الاجتماعي منوها إلى أن توفير الحلول التمويلية للمواطنين من خلال برنامج مزايا بالإضافة إلى خدمات التمويل التي تقدمها الوزارة ساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص على تشييد مشاريع السكن الاجتماعي كما أشار الوزير إلى أن مستخدمي برنامج مزايا ساهموا في تحريك التمويل العقري في المملكة كاشفا أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التمويلية بمنحها للمستفيدين من البرنامج قد بلغ حوالي 450 مليون دينار مفيدا أن زيادة حركة التمويل أدى إلى زيادة الطلب على مشاريع القطاع الخاص من جانبه أعرب مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله عن سعادته لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الرائد الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين على قوائم الانتظار مشيرا إلى أن مشروع دانات اللوزي يعتبر أول مشاريع الشراكة مع ملاك الأراضي والتي تفتح مجالا للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الإسكانية